أعزائي المنشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم معرفة القدوس كنا في الحلقتين اللي فاتوا ابتدينا ندرس في العزة على الجبل في إنجيل متة إصحات 5 و 6 و 7 وفي المرتين اللي فاتوا خدنا فكرة عامة عن الموضوع الرئيسي الموضوع اللي بيربط العزة على الجبل ببعضها هو حياة ملكوت الله صفات أبناء الملكوت وحياة أبناء الملكوت فالعزة على الجبل بالدرجة الأولى هي وصف لرؤية المسيح لحياة أبناء الملكوت على الأرض لكن الحقيقة لما نبتدي نبص على التفاصيل في العزة على الجبل يلفت نظرنا شيء عجيب جدا إنه بعد التطويبات في الاثناشر آية الأولانيين من الآية 13 للآية 16 المسيح أول موضوع تكلم عليه كان هو دور المسيحيين دور المؤمنين في العالم يعني شيء عجيب يعني يكلم على حياة الملكوت حياة أبناء الملكوت وبعدين أول حاجة يناقشها في حياة أبناء الملكوت هو دورهم في العالم من آية 13 كده قال أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلع بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس آية 14 يقول أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل ولا يقادون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة لكي يضيء لجميع الذين في البيت فليضيء هكذا نوركم أمام جميع الناس ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات آيات مهمة جدا بتصف رؤية المسيح لدور أولاده دور أولاد الملكوت في العالم واهتم بالموضوع ده وتكلم عليه أول حاجة قبل علاقة المسيحيين ببعض قبل علاقة المسيحيين بالله الصلاة والصوم والصدقة والحاجات التي يتيجي بعد كده فده بيديلنا فكرة قد إيه المسيح شايف دورنا في العالم مهم جدا ودور المسيحي في العالم مهم جدا الكثيرين يقفوا في علاقتهم مع العالم عند الآية اللي بتقول لا تحبوا العالم وفاكرين أنه ده ملخص العلاقة بالعالم والحقيقة هي علاقة متعددة الجوانب جدا والمسيح اتكلم عن علاقتنا بالعالم وحياتنا في العالم ودورنا في العالم في العزة على الجبل وكان أول موضوع لو نشوف في إنجيل يوحنى إصحاح 17 في صلاة المسيح الوداعية آخر كلام قاله قبل الصليب نلاقي أنه تكلم عن العالم كتير جدا أيضا وعلاقتنا بالعالم واتكلم عن ذكر كلمة العالم 19 مرة في الصلاة الوداعية موضوع كان أساسي جدا في هذه الصلاة فإحنا نعيش في العالم والمسيح يدرك ذلك نتعامل معه يوميا يؤثر علينا ونحن نؤثر عليه أو يمكن أن نؤثر عليه لو ما كناش بنؤثر لا نستطيع أن نفصل عن العالم فكرة الحقيقة مش وقعية وإن كان البعض بيفتكر ندال مطلوب وفكرة ما بيطلبهاش الله زي ما هنشوف في دراستنا الموضوع الحقيقة موضوع علاقتنا بالعالم موضوع متعدد الجوانب جدا ولا نستطيع أن نتجهله عشان كده هنخصص له أكتر من حلقة يمكن ياخد أربع أو خمس حلقات نتكلم على علاقتنا بالعالم من مدخل كلام ربنا يسوع المسيح في العزة على الجبل في متى خمسة آيات تلاتاشر لستاشر النهاردة في حلقة اليوم هنركز على نقطة مهمة جدا أساس لفهم الموضوع وهي إيه هي إيه المقصود بالعالم في الكتاب المقدس يعني لما الكتاب المقدس بيقول كلمة العالم بيقصد بيها إيه لأنه في الواقع كلمة العالم مش لها نفس المعنى في كل أجزاء أو آيات الكتاب المقدس اللي بتكلم عن العالم كلمة العالم أو تعبير العالم له أكتر من معنى ومهم جدا نعرف هذه المعاني أحيانا أيضا الكتاب المقدس يعبر عن العالم بكلمة الظهر أو بكلمة الأرض فتعالوا نشوف معنى كلمة العالم في الكتاب المقدس أول معنى هو الخليقة الكون الخليقة المادية وغير المادية المرئية وغير المرئية يعني الله خلق العالم يعني الخليقة كلها الكون كله بكل ما فيه نشوف مثلا في أعمال 17 يقول التعبير ده يقول الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه يبقى خلق العالم وكل ما فيه كلمة العالم هنا بتعني إيه الخليقة كلها كل المخلوقات جماد أو مخلوقات حية مرئية أو غير مرئية بما معناه يشمل أيضا الأرواح والملائكة والملائكة الساقطين يقول هذا هو رب السماء والأرض لا يسكن هياك المصنوع بالأيادي في يحنى إصحاح واحد آية عشر يقول كده كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم هنا نلاقي معنيين أنه جه للعالم المنظور ولم يعرفه العالم ده معنى تاني للعالم هنا يقصد الناس هنشوف دلوقتي المعنى ده بعد كده إحنا نعرف إيه عن هذا العالم نعرف أن ربنا لما خلق العالم كله قال أنه حسن أنه كل شيء كان كويس وأنه كان خاض إلى سلطان الله ولما خلق الإنسان قال له تسلط وتسيد فدى له السلطان على الأرض وعلى العالم المخلوق وعارفين أيضا أنه في مجموعة من الملائكة وهم مخلوقين عصط وده بقى الشيطان وكل جنوده وعارفين أيضا أنه الشيطان دحك على آدم لما سقط آدم الخليقة أخضعت للفساد فرغم أنها مخلوقة حسن جدا لكن أخضعت للفساد وستعتق في يوم من الأيام من هذه العبودية يقول كده في رمية 8 أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء يقول أن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فيبقى العالم مخلوق جيد جدا حسن جدا لكن وقع تحت تأثير نتائج السقوط وأنه هو بقى خاضع للفساد والبطل ده أول معنى للعالم الخليقة ككل العالم المخلوق المعنى الثاني اللي الكتاب المقدس أحيانا يقول كلمة العالم يقصده هو البشر يعني مش بقى بقية المخلوقات كلها لكن البشر فقط يقول إيه؟ يقول لأنه هكذا أحب الله العالم أي مشهورة جدا يوحنى ثلاثة ستاشر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به شوفوا لا يهلك ويؤمن دي صفات للبشر واللي بعدها أيضا صفة بشرية بل تكون له الحياة الأبدية الهلاك والحياة والإيمان دي صفات للبشر فهنا مش بيتكلم كالعالم كالخليقة كالكل ولكن بيتكلم على البشر المخلوقين ربنا حب البشر فبزل ابنه الوحيد عشان ما يهلكوش لكن يكون للي يؤمنه حياة أبدية فهنا يقصد البشر يقول أيضا في الآية اللي بعديها لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم يبقى هنا بيتكلم على إيه؟ إنه هو العالم البشر ده المعنى التاني بمعنى الخليقة كلها معنى التاني هو البشر معنى التالت والمهم جدا وهنركز عليه شوية هو العالم المعادي لله العالم المضاد لله يعني إيه؟ يعني البشر اللي رافضين الله أو ما يعرفوش عنه وبعدين عنه ده الكتاب المقدس سعاد بيتكلم عنهم بلفظ العالم أيضا في نظام الشيطان عمله في العالم هو نظام معادي لله هنفهم معنى أي بالزبط في حلقة النهاردة هذا النظام أيضا بيتكلم عليه كتاب المقدس أحيانا بتعبير العالم فالمعنى التالت الاستخدام التالت لكلمة العالم هي البشر البعيدين البشر الرافضين البشر الذين لا يعرفون المسيح أو النظام المعادي اللي عمله الشيطان في الحياة الأرضية معادي لله ناخد مثل آية واحدة ونرجع للجزء ده نقشه بالتفصيل بعد مخلص الخمس نقط يقول إيه؟ نعلم في يحنى الأولى إصحاح خمسة نعلم أننا نحن من الله ولاد الملكوت انتمقهم لله والعالم كله قد وضع في الشرير العالم الشرير سيطر عليه ناخد المعنى الرابع وهو معنى إليه لشوية ساعات الكتاب المقدس يستخدم كلمة العالم بمعنى الزمان الزمن ده الحياة دي الحياة على الأرض الظهر الحاضر الظهر الآتي مقارنة بالظهر الآتي فمثلا في متة 12 يقول ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له وبعدين يقول إيه؟ لا في هذا العالم ولا في الآتي هذا العالم يعني الزمن دلوقتي اللي هو على الأرض فده استخدام الظهر ساعات تيجيب ده للعالم والعالم ساعات تيجيب ده للظهر المعنى الأخير وده معنى ليل أيضا هو معنى مجازي مثلا يعقوب الرسول في رسلته قال على اللسان فاللسان نار عالم الإثم فهنا ده معنى مجازي بيقول أنه يعني بيعمل مشاكل كتيرة جدا عالم الإثم اللسان عالم الإثم فده معنى مجازي هنرجع للمعنى التالت ونقشه بالتفصيل بس عايز أقول أن أحيانا كلمة الأرض بتيجي أيضا مرادفة للعالم فمثلا يقول الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا رئيس هذا العالم هو الشيطان اللي بيكلم ربنا يسوع المسيح في محنة 12 وبعين بعدها يقول إيه وأنا إن ارتفعت على الأرض أجذب إلي الجميع فهو هنا بيكلم العالم والأرض بنفس المعنى هما الاتنين مترادفين يقول مثلا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام الأرض هنا بمعنى العالم اللي احنا عايشين فيه وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة مثال آخر أو بالمثل يعني كلمة الظهر يعني مثلا الكتاب يقول على الشيطان أنه إله هذا الظهر ومرة تانية يقول إيه أنه هو رئيس هذا العالم فهو الظهر تيجي سعاد بدال العالم نرجع لموضوعنا وهو العالم المعادي لله بعد فاصل قصير بنستكمل حدثنا عن معاني كلمة العالم في الكتاب المقدس شفنا إنها ممكن تيجي بمعنى الخليقة أو الكون كله تيجي بمعنى البشر تيجي بمعنى العالم المعادي لله تيجي بمعنى الزمن اللي احنا عايشين فيه تيجي بمعنى مجازي زي في عقوب الرسول والمعنى الوسطاني نمرة ثلاثة اللي هناخده بالتفصيل دلوقتي مهم جدا هو العالم المعادي لله العالم المعادي لله ده نتيجة وقوع العالم تحت سلطان الشيطان ولو جانبين في المعنى ده في جانبين بيتكلم عنهم الكتاب المقدس أحيانا يتكلم عن البشر اللي رفضين المسيح أو اللي ما عارفوش المسيح لسه يعني مش رفضوه لكن ما عارفوه لسه فبعيدين فيعني بمعنى البعيدين عن المسيح اللي بر الملكوت سواء كانوا عرفوا ورفضوا أو ما عارفوش خالص فيقول مثلا زي ما قلنا من شوية كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم العالم اللي ما عارفوش هنا اسمه العالم والمسيح لما بيكلم تلاميذه بيصلي من أجل تلاميذه في يحنى 17 بيقول إن هو هيبعتهم للعالم يقصد مين هنا يقصد البعيدين اللي ما عارفوهوش فيقول إيه كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إلى العالم اللي إيه محتاجين يعرفوا عنه يقول برضو في نفس الصلاة إنه هو بيصلي عشان العالم يؤمن بي وبيبعتهم عشان العالم يؤمن بي فده العالم البعيد عنه فيقول ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيي وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا حتى اللي جاية اللي بقى مهمة ليؤمن العالم ليؤمن العالم إنك أرسل تاني فده العالم اللي محتاج إيمان اللي بعيد لسه عن المسيح في مرء الستاشر آخر وصية قالها التلاميذ وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها اذهبوا للعالم مين هنا اللي ما يعرفوش عن المسيح فإذا أحيانا بيكلم عن الناس على البعيدين عن المسيح لكن أحيانا تانية ودي مهمة قوي إن احنا نفهم النقطة دي بأنه بيكلم على نظام الشيطان عمله في العالم نظام معادي لربنا نظام حياة معادي لله الحياة ربنا خلقها كانت إن آدم وحاوى يقشوا في شركة معاه في جنة عدن لما انفصلهم عن الله والشيطان ساد على حياتهم وسيطر على العالم عمل في طريقة حياة معادية لله وبتبعد عن الله وده ما يسمى بيه برضو العالم لكن هنا يقصد بيه نظام الحياة طريقة الحياة نوعية الحياة المعادية لله المضادة لله التي تبعد عن الله ومش معناها بس الشهوات دي نقطة مهمة جدا نفسي نفهمها وإحنا بنشرح الحتة دي مش بس الشهوات اللي في العالم لكن نظام العالم ككله أول حاجة عشان نبتدي نفهم المعنى ده إنه المسيح نفسه قال على الشيطان إنه رئيس هذا العالم وقال كده تلات مرات لكن التلات مرات اللي قال فيهم المسيح إن الشيطان رئيس هذا العالم نلاحظ وإحنا بنقراهم دلوقتي في كل مرة كان بيؤكد على انتصاره وعلى هزمة الشيطان فيعني ما نسمع إن المسيح بيقول الشيطان رئيس هذا العالم لا ننسى ومباشرة نفتكر إنه رئيس مهزوم رئيس كان لغاية من المسيح جه والمسيح خلعه من هذه الرئاسة فهو رئيس بالنسبة لغاية دلوقتي فاكرين ورئيس لكن فعليا المسيح خلعه من هذه الرئاسة والعالم اللي مؤمن بالمسيح هو تحت رئاسة المسيح فيقول في يحنى 12 الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هالعالم خارجا فهنا بيوضح إن انتهت رئاسة الشيطان للعالم بإنه المسيح كان هيتصلب في الفترة دي لكن سما رئيس هذا العالم المكان التاني اللي قال فيه رئيس هذا العالم كان في يحنى 14 قال لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم شوف فكر واضح وليس له في شيء معناها إن ملوش سلطان على المسيح يعني رئيس على العالم كله إلا المسيح المسيح هو الوحيد لما كان في العالم ليس تحت سلطان الشيطان ليس تحت رئاسة الشيطان في إصحاح 16 في إنجيل يوحنى يقول كان بيقول أن الروح القدس لما ييجي هيبكت العالم على ثلاث حاجات واحدة منهم دينونة فبيقول إيه وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم الشيطان قد دين يعني اتحكم عليه يعني ما عدش دلوقتي يقدر يقول فعلا أنا رئيس هذا العالم أدين فإذا الفكرة واضحة جدا من كلام المسيح إن الشيطان سيطر على العالم وعمل فيه نظام هنشوف بعد كده أيضا كلام معلمنا بولوس الرسول بيقول بعض تعبيراته القدو فيقول إيه في أفاسوس 2 يقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم يعني العالم فيه نظام بيؤدي للخطية فيه نظام مبني على الخطية فيه أسلوب بيؤدي للخطية والعالم ده أخبره إيه يقول حسب رئيس سلطان الهواء ماشي حسب النظام بتاع الرئيس بتاعه مين رئيس سلطان الهواء الشيطان يعني العالم مليان بالخطيئة ده اسلوب حياة العالم نتيجة رئاسة الشيطان له والنظام اللي عمله الشيطان فيه في مكان تاني في كولوسي 2 في كورنسس التانية صحيح 4 وآي 4 يقول الذين فيهم إله هذا الضهر يعني الزمن ده العالم ده له إله إيه مين هو الشيطان عمل إيه قد أعمى أذهان غير المؤمنين هو اللي شغال على البعيدين بيعمل إيه بيعمل أذهان عشان إيه لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح خلي بالنا هنا إن الإنجيل منور ونوره موجود لكن هو يعمل على إن العينين ما تشوفوش النور موجود لكن بيحاول يعمي العيون على إنهم يشوفوا نارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فمن الآيتين دول نلاقي إن الشيطان عمل نظام مبني على الخطيئة وبيستعبد الناس بالخطيئة وإنه أيضا من ناحية تانية بيعميهم عن نور إنجيل مجد المسيح بيعمي عن الحق بيؤدي إلى الهلاك فده كلام خطير لأن الشيطان في سيطرته على العالم وطريقة حياة العالم عمل نظام معادي لربنا في العالم النظام ده وهو رئيسه النظام ده له حكمة الحكمة البشرية اللي مش من الله هي حكمة معادية لله تبعد عن الله مبنية على إنها تشد الإنسان بعيد عن ربنا مبنية على عداء لله مبنية على كذب مبنية على مركزية الإنسان وإنه هو يكون كل شيء وهو الكل في الكل وبتنتج أسلوب حياة بعيد عن الله وبعيد عن أغراضه وبعيد عن قدسته ومليانة مصايد وفخاخ بتحاول تستاذ الإنسان وتأيده أكتر أكتر في هذه الحياة وفي هذا العالم وأيضا الكتاب دي كلها نقطة هرجاحها معاكو دلوقتي بالتفصيل لكن بناخد الصورة العامة أيضا فيها هذا النظام في قوة شيطانية تعمل بقوة في حياة البشر من وراء السطار تحارب في البشر وتتعب في البشر هذا النظام يتخلل حياة العالم في كل جوانب حياة العالم لا يقتصر على الخطيئة ولا يقتصر على الشهوات ده يتخلل الحياة العالمية كلها يتخلل السياسة يتخلل الفن يتخلل الأدب يتخلل الثقافة يتخلل الأعلام موجود في التعليم نفسه حتى في التعليم موجود في الحياة الاجتماعية بمعنى ايه مش بمعنى ان كل الحاجات دي غلط ووحش وخطيئة ولكن فيها الفكر اي فكر مش من الله جاي من الشيطان متخلل هذه الجوانب في حياة العالم ودايما بيحاول يبقى ضد الله يقاوم الله يبعد عن الله مضاد لله ناخد فاصل قصير ونكمل حديثنا بعد الفاصل نفهم اكتر في ازاي روح العالم مضادة لله الكتاب المقدس بيكلمنا عن النظام اللي في العالم ده معادي لله انه هو اسمه بيسميه روح العالم واحنا محتاجين روح الله في المقابل وإلا ننساق ورا روح العالم فيقول كده ايه يقول ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله فهنا بنشوف ان فيه روح العالم وبنشوف فيه انه روح الله روح العالم ده نظام مستخبي مش بس الشهوات مش بس الخطيئة لكن الجو التفكير كل حاجة في العالم واسلوبه بتبعد عن الله معادية عن الله نظام معادي عن الله اقول يعني ثلاث اهداف او ثلاث محاور بيشتغل عليهم هذا النظام المحور الاول انه دايما بيحاول يبعد عن الله بيحاول يمجد اي شيء اخر في الحياة على حساب الله حتى الحاجات الكويسة يخلي ايمتها بالنسبة للانسان حتى لو كانت في حد ذاتها كويسة اهم من الله يعني حياة العالم وروح العالم تحاول تمجد ما في العالم يبقى اهم من الله تبقى كأنها قالها اخرى قالها وثنية تحاول تزاحم الاله الحقيقي في مكانه ومن الحاجات اللي بيستغلها ايضا عشان يبعد عن الله الشهوات زي ما قال عن ان الموجود في العالم شهوات كتيرة شهوات حسية شهوات امتلاك شهوات سلطة المحور التاني اللي بيشتغل عليه انه بيكرس الانانية في حياة الانسان بدل الحب يعني ايه الحب في حياة الانسان انعكاس لشخصية الله الحب في العالم انعكاس لشخصية الله الشيطان بيحاول يلغي كل حاجة بتعكس شخصية الله في خلقته فالحب بالنسبة له متعب جدا لانه بيعكس شخصية الله اي حاجة تعكس شخصية الله يحاول الشيطان ان يلغيها فيخلي الانسان يؤكد على مركزية الانسان ويؤكد على انفراضية الانسان بنشوف ده حاصل مع الوقت كمان اكتر في الحياة المعاصرة بيزيد الاتجاه اللي بيؤكد على انفراضية الانسان ومركزية الانسان يؤكد على اعتماد الانسان على نفسه حتى في الحياة مع ربنا يعني يشجع ان هو الانسان يعتمد على نفسه مش يعتمد على ربنا انه يحاول يغير نفسه مش يفتح نفسه لعمل الله جواه فيعمل على تشجيع الاتجاه اللي بيضخم الانسان وبيضعف حبه لله المحور الثالث والمهم جدا ان كل نظام العالم مليان كذب وتضليل المسيح قال عن الشيطان ان هو كذاب وابو الكذاب وده اسلوبه في العالم ان هو بس الكذب بتاع الشيطان مش كذب واضح لكن كذب زي ما بيقولوا عليه سم محطوط في عسل فانت بتشوف تلاقي انه شكله عسل لانه لو ادلنا سم هنعرف ان هو سم شكله شيء سام لكن دايما يضع افكار مسممة فيما هو كويس في العالم بحيث يضل بحيث يبعد عن الله بحيث يملى العالم حكمة مليانة كذب وخداع ضد الله هدف دائما العداء مع الله هدفه دائما هلاك الانسان واللي اتنين دول هو هدف السيستم او النظام بتاع العالم اللي بنشوفه ايضا ان روح العالم هي في ازدياد مع الوقت كل ما بنقترب من نهاية الايام روح العالم بتزيد بتقوى في مقابل ذلك عمل النعمة بيزيد اللي حاصل يعني ان مش واحدة اللي بتزيد والتانية لا روح العالم بيزيد وعمل النعمة في المقابل بيزيد لان المعركة تحتدم بين الاتنين مع اقتراب الايام وكتير عنده الاطباع ده بيقول ان العالم الحاليا يعني المعاصر بعملين نفقد حاجات كتحلوة في القديم يعني العالم الحديث نلاقي فيه زيادة المادية نلاقي فيه ان بنهتم اكتر بماديات اكتر من العلاقات بنهتم بالماديات او الناس بتهتم بالماديات اكتر من الاهتمام بالروحيات بتعتمد على الحاجات المادية سواء انها حاجات كويسة النجاح المادي كمصدر للشبع والرضى في الحياة بدلا من معنى الحياة بدلا من الاهداف السامية في الحياة بدلا من مقاييس القيم الحلوة في الحياة بنشوف ان فيه زيادة مستمرة في وسائل وطرق المتع الحسية كل انواع التكنولوجيا الجديدة بتدي متع حسية اكتر واكتر وده بيبقى على حساب ان الانسان كل ما بيهتم اكتر بالمتع الحسية بتقل اهمية عنده شبعه بالقيم وقيم التضحية قيم العطاء قيم البزل قيم الحب قيم خدمة الاخرين قيم التفاني من اجل المجتمع بيزيد الاستمتاع ويقل التضحية والعطاء للاخرين بنشوف انه العلاقات مع الوقت بتضعف بتبقى سطحية اكتر بتبقى وقتية بتبقى مرتبطة بالمصلحة بتبقى متغيرة النهاردة عشان ليه في حاجة بتربطني بحد العلاقة بتزيد بيه تنتهي تقل وهكذا لكن العلاقات ما بقاتش قوية ومليانة محبة وسابتة زي الاول بنشوف فيه نوع من ضعف القيم عام يعني ايه ضعف القيم يعني بحجة صعوبة الحياة بقينا نقول عن القيم المهمة في الحياة يعني مش شايف الدنيا صعبة ازاي قيمة العمل قيمة الجدية في العمل الناس دلوقتي يهمها كتير انها تلاقي اسهل عمل يجيب اكتر فلوس مش نوع العمل الوظائف او الدور اللي في المجتمع اللي كان المهم فيه انه بيدي المجتمع حاجة حلوة بيعطي المجتمع المدرسين التمريض الى اخره قيمتهم بقى تقال الاهتمام اكتر الشغل بيجيب فلوس ايه قيمة الادخار قيمة ان انا بعمل حاجة للمجتمع حتى قيمة التعليم نفسه لان دلوقتي بقى فيه ثورة للمعلومات ممكن نلاقي معلومات بسهولة جدا وبقت مصادر المعلومات هي الانترنت ويوتيوب اكتر مصدر للمعلومات موجود دلوقتي فالتعليم نفسه قلت قيمته كل ده بيقلل قيمة مثلا الخبرة في الحياة بيقلل قيمة احترام الكبار في الحياة كل ده مش بالصدفة كل ده بيغزيه روح العالم بيغزيه خطة الشيطان وتشجيع الشيطان ودفع العالم في اتجاه معين كل ما تكلمنا عنه وكل التقدم التكنولوجي والتغيير في الحياة الاحسن في حد ذاته مش غلط لكن الشيطان يحط فيه روح تزقه تستخدمه في انه يكون معادي لله ليه؟ لان روح العالم معادية لله الروح العالم نشوفها في اربع جوانب في الكتاب المقدس الكتاب المقدس يكلمنا على ان فيه نوع من الحكمة موجود في العالم مش من الله يقول كده ليست هذه الحكمة نازلة من فوق اما المصدرها ايه؟ بل هي أرضية نفسانية شيطانية يعني حكمة جاية من الشيطان في تفكير الانسان عايشة في حياة الارض ويقول ان الحكمة دي بتخلق اسلوب في الحياة فالعالم له اسلوب في الحياة وبيقول لنا الكتاب ان ما تاخدوش اسلوب حياة العالم مفروض ليكو اسلوب حياة تاني يقول ايه؟ ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم ففي اسلوب لحياة هذا الظهر هذا العالم يعني وفي اسلوب لولاد ربنا يقول ان الحاجات الكويسة على فكرة المال في الكتاب المقدس مش غلط في حد ذاته لكن محبة المال والاعتماد عليه هو هدف الحياة هو ده الخطر فالكتاب يقول كده يقول واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك فهنا بيقول ايه؟ ان الشيطان بيستخدم ان الناس تحب تبقى اغنية وتقع في مصيدة جانب الرابع للكتاب بيوضحه ان الحرب اللي بتحصل ضد اولاد ربنا حتى من العالم من الناس اللي في العالم وراها يعني اضطهاد يعني مشاكل تحصل يعني خلافات حتى بين الاخوات حتى جوا الكنيسة ده ورا مين؟ ورا قوى الشر يقول في قفة الستة فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم مش اللي انت شايفه مش اخوك بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم بيسيطروا على انظمة الحكم في العالم على ظلمة هذا الظهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات فهو له سيستم بيشتغل في العالم احنا لا نريد ان نبالغ في قوة الشيطان لكن لا نريد ان نقلل من خطورته ايضا ونريد لما نتكلم على الشيطان دايما يبقى عندنا توازن دايما نبقى فاكرين نصرة المسيح عليه وهزمته وندرك ان هو بيعمل دايما باهمنا انه لسه له نفس القوة اللي كانت قبل صليب المسيح وده مش حقيقي تعبير جميل بحب اقولي عن الشيطان انه هو مهزوم مهزوم ولكن لم يباد بعد في وقت من الاوقات هيجي الرب يسوع يبيده بنفخة من فمه لكنه الان مهزوم ولكنه لم يباد بعد في ختام الموضوع النهاردة بنشوف ان دا هو العالم اللي المسيح بيقول لنا عليه انا شايف ان ليكم دور انتم ملح وانتم نور لهذا العالم حاجة عجيبة احنا محتاجين نتكلم عن نور والملح لكن النهاردة بس عايز اخد بالي من الحكاية دي تاخدوا بالكو اخواتي المشاهدين انه محتاجين نظرة متكملة نظرة متوازنة في نظرتنا للعالم من ناحية احنا مدركين ان العالم قد وضع في الشرير انه معادي لله ان التعامل مع العالم في كل نواحي الحياة خطر ايه الخطر اللي فيه انه العالم بيعمل دايما على جذبنا عكس اتجاه الله مش بس بالشهوة مش بس بالخطيئة لكن بنظامه اللي ضد النظام بتاع الله وانه التعامل مع العالم ممكن نتسرق في الاتجاه ده فيؤدي بينا للهلاك فدايما نحتاج حكمة وقيادة الروح القدس في التعامل مع العالم لكن في المقابل من ناحية ندرك ان العالم وضع في الشرير وانه معادي لله والتعامل معاه خطر لا يستهان به من ناحية اخرى نرى ان المسيح شايف لينا دور في العالم وان احنا اقوى من العالم وإلا ما كانش يبعتنا له بيقول لنا انتم ملح الارض وانتم نور العالم ده انتم تصلحوا العالم ده انتم تنيروا العالم انتم اللي انا شايف ليكو دور يؤثر على العالم تأثير ايجابي قوي جدا عشان كده في ختام حلقة النهاردة هيكون لنا حلقة سابقة نتكلم على معنى ملح ونور بالتفصيل لكن النهاردة ارجو ان احنا نرفع صلة من قلبنا لربنا نطلب منه ان يدينا حكمة وتمييز وفهم وافراز ان احنا دايما نميز روح العالم واحنا بنتعامل معاه نميز روح العالم واللي محتاجينه يساعدنا في الحكاية دي هو الروح القدس بيقول نحن لم نأخذ الروح العالم ولكن الروح الذي من الله نقدر نميز بالروح القدس روح العالم اللي بيتخلل كل شيء في تعاملنا مع العالم ولا نقع فريسة له فمعلمنا بولس الرسول يقول تعبير جميل جدا يقول ايه انه الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه مش هنخرج من العالم هنتعامل معاه وهنستعمل اللي فيه لكن كأننا لا نستعملوا ما يشفطناش فنطلب من ربنا قوة حماية انه العالم ما يجذبناش فنذوب فيه يطغى علينا نغرأ فيه وأخيرا نطلب نعمة من ربنا انه هو يدلنا انه ننقدي دورنا اللي هو حططنا في العالم عشانه ان احنا ملح الأرض ونور العالم وإلى اللقاء فحلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر